بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لعلكم جميعا بخير تعالوا النهاردة أحكي لكم شوي عن الاتحاد السوفيتي أسباب وجوده أسباب سقوطه الدول المكونة لي والرؤساء اللي حكموا كانت روسيا أمبراطورية لغاية سنة 1917 وكان آخر حاكم لها القيصر نيكولاي التاني وفي فبراير 1917 قام السكان بثورة شعبية بيعترضوا فيها على تدعور حالة البلاد العسكرية والأخلاقية وكمان في مختلف المجالات الثورة دي أطاحب بالنظام القيصري في مارس 1917 وجه مكان النظام القيصري حكومة روسية مؤقتة وفي أكتوبر 1917 قام البلاشفة بقيادة لينن بثورة وقدروا أنه هما ياخدوا السلطة من الحكومة المؤقتة في نوفمبر 1917 والبلاشفة دول هما اللي أيدوا لينن في أفكاره الاشتراكية والسورية والكلمة أصلاً معناها الأكسرية تواجد عدد من القوى السوفيتية أدى إلى حرب أهلية طويلة استمرت من 1917 ل1923 بين الجيش الأحمر وحركة البيض والجيش الأحمر هو جيش من العمال والفلاحين الجيش اللي عملوا البلاشفة أما البيض فهم الكواد السياسية والعسكرية اللي كانوا ضد البلاشفة ومن سنة 1917 لغاية 1922 كونت جمهورية رسلة السوفيتية النواة الأساسية للاتحاد السوفيتي وفي ديسمبر سنة 1922 تم إعلان قيام الاتحاد السوفيتي رسمياً عن طريق تكوين اتحاد فدرالي ضم أربع دول هما روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأخيراً القوقاز اللي كان البلاشفة سيطروا على الحكم فيها وفي سنة 1924 ضم الاتحاد السوفيتي أسباكستان وتركبانستان وضم جمهوريتين هما خوارزم وبخارة وخوارزم دلوقتي هي جزء من باكستان وأفغانستان وكازخستان وأسباكستان ويرهم من الدول أما بخارة فهي جزء من أسباكستان وبعد كده انفصلت تاجكستان عن جمهورية أسباكستان وانضمت للاتحاد وفي 1936 تم حل جمهورية جنوب شرق أوروبا ما وراء القوقازية وده أدى إلى تحويل الجمهوريات المكونة لها اللي هما أرمينيا وجورجيا وأزربيجان إلى جمهوريات تابعة للاتحاد السوفيتي وكمان انفصلت كازخستان وقرغيزستان عن جمهورية جنوب شرق أسيا وانضموا الاتحاد السوفيتي وبعد كده تم نضم استونيا ولطفيا ولتوانيا للاتحاد ما بين يوليو 1956 وسبتمبر 1991 اتشكل الاتحاد من 15 جمهورية اتحادية وعلى الرغم من ان الاتحاد يعتبر اتحاد متكافئ نسبيا اللي ان روسيا كانت هي المسيطر المطلق لدرجة ان الاتحاد السوفيتي كان بيوشار إليه أحيانا باسم روسيا وده طبعا مش صح يبقى الاتحاد السوفيتي استمر من 1922 ل1991 وكانت موسكو هي عاصمة الاتحاد السوفيتي كانت مساحة الاتحاد حوالي 22.276.060 كم مربع مما جعلوا أكبر دولة في العالم وقتها وحاليا طبعا روسيا هي أكبر دولة في العالم كان الاتحاد السوفيتي القوة العظمى في الشرق ضد الولايات المتحدة القوة العظمى في الغرب وبعد الحرب العالمية التانية بدأ بينهم التوتر والنزيع ففي الحرب الاهلية الكورية مثلا الاتحاد السوفيتي كان بيدعم قرية الشمالية والولايات المتحدة كانت بتدعم كوريا الجنوبية وكانت الحرب مستمرة لغاية ما تم إعلان انفصال الكوريتين سنة 1953 وفي الحرب الفيتنامية كان الاتحاد السوفيتي بيدعم فيتنام الشمالية والولايات المتحدة بتدعم فيتنام الجنوبية وانتهت الحرب بوفوز فيتنام الشمالية واتحدت فيتنام بالإضافة كمان للحرب البردة اللي استمرت بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة من 1945 ل 1991 الحرب دي اتسنبت بردة لعدم وقوع أي قتال مباشر هي كانت حرب نفسية وحملات دعائية وتجسس وعمليات حظ وحتى تدافس في المجالات الرياضية والسباق التكنولوجي أول زعيم للاتحاد السوفيتي فلاديمير لينن وآخر زعيم له ميخايل جورباتشوف وصاحب أطول مدة حكم في الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين وأسباب انهيار الاتحاد السوفيتي هي الاستنظاف العسكري اللي حصل للسوفيتي في أفغانستان والانهيار المالي وغياب الدعم الحكومي عن السلع بالإضافة إلى اختلاف دول البلطيق اللي هم إستونيا والإتوانيا والأطفع مع سياسة ميخايل جورباتشوف بكده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى ينال إعجابكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته